بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله مع شرح موقع ايكون فايندر او الباحث عن الايكونات موقع ايكون فايندر بيطيح لحظاتك ان انت تقدر تصمم مجموعة من الايكونات بس طبعا بيشترط عليك ان الايكونات تكون في مجال واحد يعني زي ما هنشايفين كده دي الوجهة الرئيسية للموقع لو حالك عملت سيرش على جوجل كتبت ايكون فايندر هيجينك الموقع زي ما هنشايفين كده دلوقتي قدامنا بيجيب لك هنا بقى ايه اكتر الحاجات اللي تم عليها البحث في الفترة الماضية هنا الانستجرام والفيسبوك والارو والفون واليوتيوب لو ضغطنا مثلا على الفيسبوك هيجيب لك بقى ايكونات مختلفة واشكال مختلفة وعديدة للشكل الفيسبوك زي ما هنشايفين كده الماسنجر بالاسودو بالازرق ومربع ومديرة اشكال كتير جدا مختلفة للفيسبوك طيب دلوقتي عشان هكتقدر تصمم شعار زي كده او تصميم زي كده وتبدأ ترفعه على الموقع لازم على الاقل في اول مرة تصمم عشر ايكونات مع بعض هو بيقولك تصمم من عشرة ل متين وخمسين ايكونات على الاقل المنمم عشرة ايكونات تصممهم مع بعض بيهتموا بمجال واحد بشكل واحد يعني ما يفعش حاجة تعمل ايكونات لفيسبوك وتعمل بعد كده بقى شكل تاني خالص تعمل مثلا فواكه او خضروات وتقول بقى انا هرفع الايكونات مع بعض هو بيحتاج ان حدك تحطهم كلهم مع بعض في مجموعة واحدة عشان لما يعرضهم بيعرضهم كلهم العميلي يقدر نزلهم مع بعض في تنزيلة واحدة زي ما بنشوف كده على موقع زي موقع مثلا فريبك سامح شايفين كده دلوقتي الصورة الموجودة قدامنا بيجيب لك هنا ولد وبعد كده جيب لك بقى العين لوحدها والشفاف لوحدها والايد والرجل وهكذا انا الصورة دي طبعا نزلتها عندي من موقع بتاعنا نروح تاني كده للموقع بسرعة ده الموقع اللي احنا تتكلم عليه النهاردة ان شاء الله لو رجعنا تاني الوجه الرئيسي للموقع حابين ان احنا نسجل داخل الموقع ونبدأ في رفع ايكوناتنا وتصاميمنا داخل الموقع هتنزل تحت كده هتلاقي هنا تلاقي هتلاقي هنا تلاقي هنا عشان تكون مساهم معهم داخل الموقع بيشرح لك هنا بقى دلوقتي طريقة التسعير الموجودة داخل الموقع بيقول لك هنا اي اي ايكونا باثنين دولار متأخدها خمسين في المية متأخد نصف الربح من بيع الايكونات طبعا فالبدال فانات نرى سعر الايكونه ونتحدد إذا كنت عايزي تنوز elles مجاني ما عندما يعيشها ايكونات في assists到 معناняя لايكوناتين الموقع ان regime فقدنا آدمها لذا مثل هي تنوزها مجانا ت 엄لك الاromeات لكMicroirez ن Internal M pictures ونشوف مادة السهولة اللي موجودة فيه. آآ ده طبعا آآ النهاردة موقع مهمة اللي معرفش فيه ايه? السيرفر بتاع واقع كل ما ادخل عليه مش قادر نزل آآ ميل منه عشان نقدر ان نشتغل عليه. هنا انا مسجل طبعا في الموقع قبل كده فمش هينفع سجل تاني بنفس الميل. فهاجي هنا دلوقتي على موقع تاني اخد منه الميل. المؤقت. وبعد كده اروح على ايكون فايندر تاني واقول له سجلي بقى ايه الاسم. فانا اسجل بقى بالاسم ده عشان انا سجلت بقى بالكده. عشرة. هنا ساعد عشرة مسلا. بعد كده ايميل. وتكتب باسورد. يقول لك على الاقل يكون تمن حروف او تمن يعني باسورد سهل جدا تمن حروف او تمن ارقام. آآ يعني بيقول لك برضو ينصحك ان انت تعمل باسورد قوي وكده. فلو هذاك هتبدأ في البيع فعلا داخل موقع طبعا تعمل باسورد قوي. وبعد هكده تقول لك سينطر. تقريبا هنا في مشكلة في الباسورد. هنا عايز الفيرست نيم واللاست نيم ما يكونش فيهم ارقام. فانا هسميه ساعد ساعد. انشي المساكل اللي هنا كمان. كده خلاص سجلنا داخل الموقع ونقدر ان احنا نعرض في الايكونات بتاعتنا. طيب ازده بقى هنجيب الايكونات بتاعتنا وازده نعرضها بتنزل تحت كده. تنزل تاني لحد ما توصل. وبعد كده تعمل. دي صفحة رفع الايكونات داخل الموقع. بيقولك بقى هنا تعمل او تضغط على ده. السهم الموجود قدامك هو يدخلك داخل الكمبيوتر بتاعك. انا طبعا عشان كنت واقف على الشكل الموجود قدامنا. او واقف على الفوردر الموجود قدامنا في فتحهولي عطول. انما هو ممكن طبعا يفتح لك اي فوردر تاني. فانت حيك بتوصل بقى الفوردر بتاعك كما انت عارف. من داخل الكمبيوتر بتاعك اللي انت مساجل فيه الايكونات. طيب الايكونات بقى دي بنعملها اززاي او بنصدرها اززاي. بحركة بتصدرها بي ان جي. في والتي انت معرفة طالبية هنا كذلك منك. يقولك بحركة بي انجي. لو حركة تعمل ملف كبير. لازم طبعا تضغطه. لو تعمل ملفات صغيرة زي الذي انا عملها كذلك كلها. ممكن ترفعها كذلك كما هي مفيش اي مشاكل خالص. طيب بنصدرها بقى اززاي. انا رحت هنا على البرنامج للاستيريتور. زي ما ان ترى ذلك نزلت هذا الصورة من فريبك. وخدت بقى الجزء هذا كده الوحد والعين اللي واحدها. ورحت هنا. يعني مثلا نشيل دي. خدت العين. وجيت هنا كده على الصبح الفاضي اللي قدامنا وبعد كده عملت لها توسيط. وبعد كده انجروب. واشيل الخلفية اللي وحضتها للعين. وبعد كده صدرت العين دي لوحدها كبينجي. طبعا الخلفية شفافة لازم تكون الخلفية زي ما احنا شايفين كده قدر الوقتي قدامنا الخلفية شفافة. هنا طبعا نجلب خلفية شفافة من view. واللي هي شوى ترانس برانسي. زي ما احنا شاهدين دي الخلفية العادية بتاعت البرنامج. بتيجي هنا على كلمة view وتقول له شوى ترانس برانسي. يجيبها لك على خلفية شفافة وبعد كده تعمل. file export export as. وتختار bng. تصدرها bng. وتحفظ تقريبا يعني تعمله حفظ يعني لأكتر من عشر ايكونات مختلفين. ما نفعله طبعاً دلوقتي حتى نرفع فقط نجرب لكن لا نستفيد مادياً أو نكسب أي فلوس من بيع الايكونات التي نزلنا على موقع فريبك الايكونات يجب أن تكون من تصميم حضرتك التي تفعلها ليس كائبها من موقع الثاني ويتبيعها على موقع icon finder لو ضغطنا كده دلوقتي open نختارهم كلهم الأول Ctrl A يختار كله بعد أن نقول له open وقوم بعمل من الثاني هنا يقوم بتنزيل 10 ملفات ويقول لك أنه تعملت تحميل 10 ملفات من 250 يعني يقول لك range من 10 إلى 250 icon يسألك هنا دلوقتي يقول لك أنت عايز دول بريميوم أم هل عايزهم فري أو حاجة حد تاني هو لصممهم وأنت جاي بتعرضهم على الموقع فطبعاً لو اخترت بريميوم يعني حقيقي أريد أن تحقق أرباح لو اخترت free يبقى انت حدك منزلهم كده للوطن الناس تستفيد بهم وخلاص لو هم ايكونات ملهاش معنا او حدك حابب انك انت تتشهر داخل الموقع وتعمل نفسك اسم بقى داخل الموقع او لو عندك ايكونات من اي حاجة وحابب الناس تستفيد بها منك مفيش اي مشاكل انك انت تعملها free لكن لو حابب انك انت تحقق فعلا ارباح لازم تختار premium back تختار premium back اول حاجة عشان ان هو يبدأ يعرضها لك عشان هنا قريب ان احصل على الماركت بلاس ماركت بلاس الماركت بلاس ماركت بلاس ماركت بلاس هنا يقول لك اختار name او ال 10 حاجات التي أمثتها لكي تختار name لازم اول حرف يكون capital لم ينفع اكتش اسم لانه سارفض فبقى نأخذ اول حرف بضي ب وبعد ذلك الحروف تبقي صف انا جربت كثير في الموضوع ده اعدت كثير جدا على مفهمة انه هو عايز او الحرف كابتل والباقي اسمول فهنا بيقول لك لازم انك انت تحط لنا بقى عنوان للايكونات اللي انت رفعتها يعني لو حيك مثلا هنا بيقول لك مثلا هنا زي اسكول لو هتعمل اسكول يبقى مثلا تجيب الم وتصور بقى تعمل الم رسم الالم كشكول مدرسة صور مدرسة جرس مدرسة وهكذا هنا بيقول لك اعمل ديسكريبشن للايكونات اللي حذرتك رفعتها كثير في التكتب�ht كثيرا ايكونات اللي على الاوان وهكذا تعمل الوصف كده سريع للايكونات بقى هت رفعتها طبعا بكتب اي حاجه بس عشان وصفه وكده لازم تعمل الوصف دقيق جدا للايكونات اللي حدك رفعتها عشان الناس تقدس توصلها بسهولة لما حد يarat Jungle ال Family هنا envie هنا كريتا نيو فاميلي فانت ممكن تكتب هنا اي اسم بقى للايكونات برضو لحديك عملتها يعني مثلا لو هي بتتكلم عن الخضروات تكتب هنا فيجتبولس مثلا فواكه تبقى فروتس وكذا فانا برضو هكتب هنا الفاميلي بتاعتي هنا بادي باو دي واي الاسم بتاعها بادي هنا بقى بيقول لك البرائس اللي هو الريكميندد 12 دولار للحزمة اللي حديك قدمتها العشر ايكونات اللي حديك قدمتهم طب لو حيك شايف ان انت مبدع وحابب انك انت تخليهم لقى 20 دولار مفيش مشاكل ممكن تغيرهم تخليهم زي ما انت عايز اخليهم مثلا 15 وبعد كده next step هنا بيجيب لك بقى كل الايكونات اللي رفعتها هنا الهند الويدن العين وهكذا كل الايكونات اللي حيك رفعتها وجايب لك هنا ارم طبعا هنا التاجز التاجز دي مهم جدا لازم برضو حيك تضيف تاجز كتير فانا انصحك انك انت تيجي على كل التاجز هو جايب لك ارم فانت تلقى اه وهند برضو ومسلز كان فيه مسلز هنا فانجرز ماشي تختار بقى كل الحاجات اللي هي المشابهة للتصميم اللي حيك عمله او كل التاجز المتناسبة مع التصميم اللي حيك عمله طب لو هو مش جايب لك بقى حاجة متناسبة مع التصميم اللي انت عمله فانت ممكن تضيف انت مفيش مشاكل خالص بالكيبورد تقدر انك انت تضيف التاجز اللي انت عايزه لو ما لقيتش التاجز اللي في دماغك هو منزلها لك او حاب انك انت تضيف اكتر من تاجز بعدك فانت ممكن تختار كل التاجز اللي هو جايبها لك وتبدأ تنزلها داخل التصميم بتاعك بس هنا طبعا بدأ يبقى اكتر من المطلوب وهنا برضه listen وهير وساوند واوديو كل هذه تصميم او كل هذه كيوورد تتناسب مع الودن اللي موجودة قدامنا نقدر ان احنا ننزلها داخل الموقع فبتختار بقى اكتر من حاجة وبعد كده بتنزل تحت خالص طبعا ده كل حاجة من دول لازم تختار لها التاجز المناسبة لها تنزل خالص هنا وتقول له complete submission هنا بيقول لك ان احنا هنبدأ في مراجعة التصميم بتاعتك من 4 ل7 تيهم طبعا لو لا ان التصميم بتاعتك حاجتك جايبها من موقع تاني زي ما احنا عملينا ذلك دلوقتي بس عشان نجرب مش عشان نبيع ولا حاجة لان يعني الميل ده خلاص هيتلغي وكل ده انا مش هارفة ارجع له تاني خلاص اه لو لا انا احاك سارق لائكونات بتاعتك من برة اكيض طبعا هايخ وكأن حساب حتى لو كان فيه فلوس مش هزدر ان كنت تتسحبها بعد كده فطبعا انصحك انك انت التصميم بتاعتك لازم تكون تصميم خاصة بك انت يعني حاجةك بتصمم ايكونات على برنامج الستراتور او برنامج الفوتوشوب لازم تصمم تكون تصميم بتاعتك انت وبعد كده تبدأ في رفعها وبيعها على الموقع هنا بعد كده بتقول له فهنا خلاص فيقول لك مافيش اي مشاكل خالص انت عندكش مشاكل في البروتوكت بتاعتك وانت مستني بس من هما من الاربعة لسبعة ايام عشان يتراجع التصميم بتاعتك وتبدأ في العرض على الماركت بليس الخاص بموقع ايكون فايندر تقدر تستفيد برضو من الموقع انه سيكتنزل منه تصميم كتير جدا او إلستراتيشنز كتير جدا يعني مثلا هنا لو كتبنا بادي هنلاقي ان فيه تصميم كتير جدا تتناسب مع كلمة بادي اللي انا عملينها مش عالف التصميم ده بقى مجاني ولا ده بفلوس يعني ده واحد عامله بفلوس ده عشان حيكتاخده ستدفع فيه خمسة دولار طبعا بيجيب لك اسم المصمم وصورته زي ما احنا شايفين ليه 8287 ايكونة على الموقع وليه 1352 فولورز داخل الموقع يعني فيه ناس كتير بتتابع هذا الرجل هنا ممكن ان تتابع تعمل فولو عشان بعد كده يجيلك اي بقى تصميم هو ينزله داخل الموقع يعني التصميم ده كلها التصميم ده هو عرضه بخمسة دولار الصورة الواحدة فقط فهذا ممكن برضه يعني لو تصميمك مميزة زي التصميم ده كده ممكن هنا برضه ده بخمسة دولار وده المصمم ليه 7 فولورز بس وليه 1291 ايكونة داخل الموقع لو تصميم حداك مميزة هتقدر تبيعها في كل سهولة داخل الموقع وان شاء الله يكون فيه تحقيق ربح كبير وبقدر تقدر هنا تتواصل مع خدمة العملة لو حبيت تتواصل معهم عشان تسأل على اي حاجة داخل الموقع اتمنى شرح النهاردة يكون افادكم وتقدروا تعرضوا في ايكوناتكم داخل الموقع وتستفيدوا ماديا ان شاء الله من هذا الموقع شكرا لحضراتكم واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته